إلى الحوض الغربي حيث تفقد وفد المجلس الجهوي بالولاية بعض المشاريع التي شهدتها الجهة في عدة قرى من مقاطعة كوباني لصالح السكان وتشمل هذه المشاريع بعض المشاريع التعليمية التي أشرفت جهة الحوض الغربي على تربيبها مؤخرا إضافة إلى بعض المشاريع المائية والمزارع المسيجة بدأت زولة رئيس جهة الحوض الغربي والوفد المرافق له من قرية تيمزين حيث أدوا زيارة للنقطة الصحية التي تم ترميمها من قبل الجهة وقد اطلعوا على الاشغال وتحسينات التي قيم بها على مستوى تيمزين فيما كانت المحطة الثانية بتجمع ترمسة الذي قامت الجهة بتسليج أربع قطع ناطية لصراع الخضروات فيه حيث التقوا المستفيدات من هذه التجربة الجديدة على المنطقة فيما كانت محطة الأخيرة في التجمع بإعدادية ترمسة التي أشرفت الجهة على ترميمها مؤخرا زيارة طلاع ومتابعة للمشاريع التي كانت تنجز جهة الحوض الغربي وفي نفس الوقت هي زيارة استلام وتسليم هذه المشآت التي تحقت ذاك التي منها نستلمها من المقاولين وذاك المال الذي نسلمها للمواطنين ونسلمها للعمد هذه زيارة حاولنا أن نعود قابلين نماذج فقط من الأمور التي تدخل فيها الجهة التي تدخل في التعليم الثانوي الإعدادي وفي كل عزلة وفي المياه وفي الصحة وفي الزراع ثانوية كوباني هي الأخرى استفادت من الترميمات التي قامت بهجية الحوض الغربي ترميمات كانت الإعدادية في أمس الحسد إليها كما أسرف رديس الجياتي على استلام نقطة صحية بقرية بيرتلاتاريس الحدودية حيث كان هذا العرش هو قاعة الحز والولادات بهذه النقطة وقد ثمن سكان هذه المناطق تدخلات جهة الحوض الغربي الرامية لتقريب الخدمات من المواطنين لفت عدنا وطاونا لفتها كريمة هذه اللفتة اللي أطاونا صلحة التعليم فيها وصلحة البيطرة والتنمية الحيوانية كان هنا تبعض من أرباقيش لا بدالهم يخلي ويرقاج ولد والله هنا يبطعن واشتال وينيول هنا دارت الطاقة على الحاسي هذا رقاج واحد يسقي شميع الحيوانة كانت محتاجة أنها تجبر تدخل من جهات الوصية أنها بنيتها تحتية متهاركة خاصة السقف وبعد تواصل العمدة مع الجهة كان هناك تدخل تدخل ويذمن فألا أنها حسنت من وروف النقطة الصحية وفي مجال المياه أدى رئيس الجهة والوفد المرافق زيارة لعدة مناطق شملت توفير منطقات تعمل بطاقة الشمسية وخزانات مياه ساهمت في توفير المياه بكوباني المقاطعة وبعض ضواحيها فيما تعمل هذه الحفارة بمنطقة والعقيلة ببلدية الهولانية لحفر آبار ستساعد في توفير المياه للعديد من قرى المنطقة وقد ختم رئيس جهة الحوض الغربي جولته بمنطقة طلي رفقة عمدة كوباني حيث قامت الجهة بالتسييج جيع الطلي لتمكين المزارعين من استغلالها بشكل أمثل لقناة البريتانية أحمد السبتي ولاية الحوض الغربي